نفت وزارة زراعة واستصلاح الأراضي صحة ما تدولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول قطع الأشجار في حديقة الحيوان بالجيزة وقد كلف وزير زراعة واستصلاح الأراضي السيد السيد القصير لجنة من المختصين بالوزارة للانتقال لحديقة حيوان الجيزة والمعينة على الطبيعة وأكدت اللجنة عدم صحة الأخبار المتدولة جملة وتفصيلة وأن صور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي هي لأحد الأوناش الذي يقوم بتهذيب الأشجار وليس بتقطيعها وذلك للحفاظ عليها من التلف وتجميل أشكال